ونتحول إلى الزميل خالد شقير من الجنوب الفرنسي ومن مارسيليا تحديدا أهلا بك خالد مرة أخرى يعني قصر الإليزي أفاد بأن الرئيس الفرنسي وعد زلينيسكي بزيادة المساعدات العسكرية خاصة بعد الضربات الصاروخية التي تلقتها كييف اليوم ماذا لديك؟ تحياتي دارين لك ولكل السادة المشاهدين وللزميل حسين بالفعل صدر بيان من الإليزي تأكد في قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن إدانته وقلقه البالغ لزيادة الضربات التي أودت بحياة مدنيين وأكد خلال هذا البيان الرئيس الفرنسي على دعمه التام والكامل للرئيس زلينيسكي بما يتوافق مع الاحتياجات التي طلبت بها كييف بما في ذلك المعدات العسكرية إذن نحن أمام موقف جديد وتطور خطير تم وصفه من قبل الإعلام الفرنسي الحقيقة بأن هذه العملية كانت متوقعة ولكن ليس باستهداف المدنيين الخبراء الاستراتيجيين العسكريين الفرنسيين أكدوا على أن هذا دليل ضعف القوات الروسية على الأرض وهروبها من ميدان الحرب واللجوء إلى استهداف المدنيين في بعض من المدن الأوكرانية هو أكبر دليل وأنهم يتوقعون أن يتم استهداف بعض من المحطات النووية ومجال الطاقة ومحطات الطاقة في أوكرانيا للانتقام وأن هذا الموقف يدخل في إطار الرد الروسي في محاولة لإحداث حالة من الارتباك داخل أوكرانيا ولكن على الأرض أكدت القنوات الفرنسية والخبراء العسكريين والاستراتيجيين أن ما زالت القوات الأوكرانية بآلاتها العسكرية التي أتت إليها من الدول الغربية تتفوق على الأرض ولهذا كان هذا هو الهروب إلى الأمام كما تم وصفه من قبل المحللين الاستراتيجيين والعسكريين والخبراء الفرنسي خالد على الرغم من الموقف المتأزم اقتصاديا في الداخل الفرنسي إلا أن فرنسا تشدد على إرسال المزيد من المساعدات العسكرية يعني مما يثير البعض من علامات الاستفهام لماذا يصر دول الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من المساعدات العسكرية وسط الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادهم جميعا فرنسا ليست بمعزل عن الاتحاد الأوروبي والغرب وبالرغم من التداعيات الخطيرة والانعكاسات الاقتصادية في مسألة الطاقة وكان الرئيس الفرنسي قد هيئ الفرنسيين الحقيقة لهذه المرحلة بالرغم من تأكيده في عدة رسائل بأن فرنسا ليست في حرب مع روسيا كان الرئيس الفرنسي دائما يستخدم رسالة سلام ومحاولات دخول في مفوضات فرنسا من أكثر الدول المحافظة على العلاقات بين الجانبين يعني كانت تقوم بدور الوساطة في كثير من الأحيان وكانت حريصة على إبقاء الودع مع الجانب الروسي والجانب الأوكراني تتذكرين دارين كان هناك تصريح مشهور للغاية لا لإزلال روسيا وكان هذا التصريح على الرئيس إيمانويل ماكرون كان الرئيس إيمانويل ماكرون يدرك أن تداعيات الحرب ستكون لها تداعيات خطيرة ليس فقط على الاقتصادات الأوروبية ولكن أيضا على الأمن الغزائي العالمي ولهذا كانت هناك هذه المحاولات لأن كل ناله ما ناله حتى من القادة الأوروبيين وانتقادات حتى أيضا من الرئيس زيلينيسكي الموقف الفرنسي لم يتغير الموقف الفرنسي هو دعم وتقديم الدعم لأوكرانيا من جهة وترك الباب مفتوحا للدخول في محادثات واتصالات حينما تطلب منها ذلك أوكرانيا هذا الأمر هو أمر حدده الرئيس ماكرون وقال أنه في حالة طلبت أوكرانيا الدخول في مفاوضات فرنسا لن تتآخر في هذا الأمر إلا أن كل الأجواء الحقيقة تشير على أن الأمر متأزم وأن الأزمة تزداد تعقيدا في القيام القليل نعم التصعيد العسكري ربما يجب الأمر تعقيدا بشأن المفاوضات ترجمة نانسي قنقر